الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى وبعده لازمنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك ووعدتكم بإذن الله جل وعلا أن أتم ما بدأته في الحلقة الماضية وقلت إنني جعلت الأمر تحت عنوان أشهر الأحاديث الضعيفة والموضوع في السيرة النبوية وهي الحلقة لي رقم ثنين رقم ثنين تكملة لما قبلها كنت قد وقفت على الرواية التي تقول مات عبد المطالب والنبي صلى الله عليه وسلم ابن ثماني سنين أنا عايز نركز مع بعض جدا أنا هبدأه من حيث انتهيت وعايز نركز مع بعض جدا الأمر ليس بالسهل وفي نفس الوقت ليس بالشاق مات عبد المطالب قلنا عبد المطالب دا مين دا جدي سيدنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطالب نركز مع بعض جدا قلتك على الأساس الاسم النسب الصحيح متصل لهو محمد بن عبد الله بن عبد المطالب بن هاشم ابن عبد المنافي بن خصي بن كلاب بن أمر ابن كعب بن لوئي ابن غالب ابن فير ابن ملك ابن النضرة ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مدر ابن نزار ابن معن من ولد اسماعيل ابن ابراهيم صلى الله عليه وسلم تعال معايا للرواية مات عبد المطالبة والنبي صلى الله عليه وسلم ابنه ثمان سنين والنبي ابنه ثمان سنين يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم مات والنبي كان عنده ابن العمر ثمان سنوات فَلَمْ يَبْكِ أَحَدٌ كَانَ قَابِلْ لَهُ بُكَاءَهُ خَلِي بَلْكُمْ عَيْهِ قُلْتُوا الرواية غير صحيحة الرواية غير صحيحة الحديث ده لا يصح بل هو ضعيف السند منقطع ضعيف السند منقطع من اللي رواه قلنا ابن إسحاق في السيرة 1 على 17 والبهيق في الدلاء المية وقلنا انظر عشان كنت عايز توسع أشهر لحديث الضعيف والموضوع على سنة العلم والدعاء لنا بإذن الله جل وعلا في الجزء الأول طيب نيجي بقى للحديث إلا لذلك اسمع وركز معي جدا اسمع وركز معي أظن هذا الحديث سمعه الجميع وقرأه الجميع حتى بالذات اللي هم يعني مهتمين بالسيرة النبوية الرواية بتقول إيه أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثير عنده عيال كثير عنده أولاد كثر أبو طالب يعني إن جبه كان كثيرا عنده عيال كثر وبعدين فقال صلى الله عليه وسلم للعباس أي لعمه العباس لأن العباس دايب عم النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت هو أخو أخو أبو طالب ركز معي جدا فقال صلى الله عليه وسلم للعباس لعمه يعني وكان أيصر بني هاشم يعني عم العباس دايب كان أغناهم يعني أفضلهم حالا يعني لإنما واحد زي أبو طالب كان فقيرا جدا كان فقيرا جدا وكان ذا عيال طيب العباس يعني حلته موسيرة وهو أفضل يعني أشقائه أو أفضل إخوانه فأمسدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأزمة الشديدة اللي مرت بقرش دايب أم رحل لعمه العباس وقال لعمه العباس إيه عشان كتحلته يعني فيسر قال له يا عباس إن أخاك كثير العيال إن أخاك لو مين أبو طالب إن أخاك كثير العيال إن أخاك كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى وقد أصاب الناس ما ترى في هذه الأزمة فانطلق حتى نخفف عنه من عياله فانطلق حتى نخفف عنه من عياله فأخذ صلى الله عليه وسلم علي النبي أم أيل للعباس أنا أخذ علي أعيشه معايا أنا أتكفل به يعني في طعامي وشرابي وكيت إلى آخر هذه الأمور وانت بقى خد فأخذ علي فضمه إليه فلم يزل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله عز وجل نبي أي حتى بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعه علي وآمن به وصدقه خلي بالكم معايا جدا مروادي نبسطها مرة ثانية الرواب تقول إيه إن القرش يا جماعة أصابتهم أزمة شديدة أول لما أصابتهم الأزمة الشديدة طبعا الفقير لما بتجي الأزمات يعني أنتم شايفين الوقت كورونا أسأل الله جل وعلا أن يرفع الوبا والبلد عن المسلمين طبعا فيه ناس بتفقد وظائفها وفيه ناس بتفتأر جدا وفيه ناس كده بسبب بيحصل غلاء وبيحصل كده إلى آخر هذه الأمور فبعض الناس زي ما بقوله بتكشفوا وبعض بيقع إلى آخر هذه الأمور ويشتد الأمر على الناس فقريش لما مرت بهم أزمة شديدة أبو طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عيال كثر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ذاب لعمه العباس ليه ذاب لعمه العباس لأن العباس ده كان أيصر إخوانه يعني أحسنهم حالا يعني هو المسر في إخوانه أكثرهم يعني فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عباس قال له يا عباس إن أخاك كثير العيال إن أخاك أبو طالب كثير العيال عنده عيال كثر وقد أصاب ناسا ما ترى في هذه الأزمة في يلا نروح له فانطالق بنا حتى نخفف عنه من عياله يلا نروح له ونسعده كل واحد يشيل واحد من كده من الأولاد من عنده عشان نخفف عليه بلا ما يبقى عنده كده أنا أخر واحد وأنت واحد يبقى خففنا عنه شوي فأخذ صلى الله عليه وسلم عليا ابن أبي طالب فضمه إليه فلم يزل معه حتى بعثه الله عز وجل نبيا لغاية ما فضل مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه الرسالة فما كان من علي إلا أن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قلت الحديث ضعيف لا يصح الحديث ضعيف مرة ثانية الحديث ضعيف أخرجه الطبري في تاريخه واحد على خمسمائة ثمانية وثلاثين خلي بالكم معي جدا مش معنى ما أقولك أن الحديث ضعيف يعني أني ممكن بضعف لك حكاية أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي مثلا وكان علي في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لا ما ينفيش ذلك على الإطلاق لكن أنا بجيب لك على رواية الحديث أنا بجيب لك المتن بتاع الحديث اللي جاي اللي واصلني ده بقولك المتنة لا غير صحيح بقولك المتنة لا غير صحيح لكن إن بعض الحاجات تبقى فيه صحيح وممكن تعرف نعم ونا بين لك هذا الأمر إن شاء الله جل وعلا لكن أنا اللي ببينه لك الوقت الرواية دي بقولك الرواية من الصحيح الحديث ذا ضعيف أخرجه الطبري في تاريخ واحد على خلسمائة ثمانية وثلاثين والحاكم في المستدرك 6463 من طريق محمد بن إسحق وفيه إرسال وفيه إرسال الإرسال ده جاي من إيه؟ إن مجاهد بن مجاهد بن جبر لم يدرك علي يعني حيث أن مجاهد بن مجاهد بن جبر لم يدرك علي رضي الله عنه وأرضاه اللي عايز بقى التفصيل ويتوسع في هذا الأمر يرجع الأشهر الأحريس بقى الموضوع علينا بإذن الله جل وعلا صفحة 96 صفحة 96 الرواية بقى لدخلين عليها دي دي اللي كنت بحضر منها في الحلقة الماضية بقولك خلي بالك جدا مش معنى كده أن إحنا بنخطأ العلماء ونخطأ المشايخ لا لا مين؟ ده إحنا بننقل إحنا بننقل يعني حتى إن كنت برد على العلم برد عليه بيقول من هو أمكن منه وأثبت منه وأعلم منه وأقرب منه خلي بالك معايا جدا الرواية دي يا جماعة طبعا اللي أذكرها دي صححة الإمام العلامة الشيخ الكبير المحدث الألباني رحمة الله علينا لكن هي لا تصح لا تصح والرواية اللي أجابها لك دي يا جماعة استغلاء الملاحدة وغير المسلمين والذين يطعنون في الأصول والثوابت أسوأ استغلال استغلوها أسوأ استغلال ورواية فضلا عن السند اللي أبينه لكم إن شاء الله جل وعلا المتنق لا يقبله ما أحترمه يعني من ركز كثيرا لكن العصمان تاد مدسلنا محمد صلى الله عليه وسلم والعلماء أفاضل أكابر سواء من صحح أو من لم يصحح لكن احنا من معنى العلمية الرواية اللي الخصة بمين بالراهب خلي بالكم معايا جدا بحيرة الضبط بتاع بحيرة الفتح على الباء لأن شفت لها ضبط كثير غير منضبط الفتح على الباء والكسر تحت الحاء والفتح على الراء والفتح على الراء بحيرة ولذلك البعض يكتبها بحير تقضى كنا بحيري يعني بيجيب بعد الراء يه بط والبعض يكتبها بحير والبعض يعني بحيرة ألف خلي بالك معي فرائب بحيرة خلي بالك معي جدا قصته عجب قصته عجب وللأسف خلوا بقى أعداء الأمة وخلوا الحاقدين بعد طبعا ما تكلهم في هذا أولاك أهو إن سيدنا النبي كان بيأخذ من الراهب دا وإلى آخر هذه الأمور والراهب دا كان له علاقة بورقة ابن نوفل وورقة ابن نوفل كان قص لأنه كان تلصر وكاية إلى آخر هذه الأمور اللي إحنا فيه غنى عنها مطلقا والقرآن كذب هذا الكلام بكليات عامة أنا أجيب لك الرواية بس أنا عايز تركيز جدا تركيز جدا رحم الله إمتنا رحم الله إمتنا من صحح ومن لم يصح بس الأمانة هعطها لك الرواية بتقول إيه أنا عايز تركيز جدا غير أي رواية ثانية أنا قلتها لأنه دي على شبوهات مليا وسائل التواصل مليا الشبكة العنكبوتية فركيز معي جدا رواية بتقول إيه خرج أبو طالب إلى الشام أنتوا عارفين طبعا أنه كان فيه رحلتين رحلة اشتاء ورحلة الصيف ليه؟ لأنه كانوا بيروحوا على أساس أن القرش كان تمتلك مقداره ما يقرب من خمسين ألف دينار ذهبي بتشتري بهم من البضائع وكيت وكيت من بلاد الشام خلي بالكم معي جدا خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أشياخ من قريش أنا عايز تركيز جدا ومش هسرع أبدا في الرواية دي لو هقف عندي رواية حتى لو ما أكملتها بيقولك أنه في هذه الرحلة اللي رحين فيها يتجروا فيها في الشام أبو طالب كان خارج فيه أشياخ من قريش أشياخ تقول لي عن أشياخ ده جمع شيخ الشيخ هنا بالمعنى اللغوي بالمعنى اللغوي وهو من بلغ الأربعين من عمره فأكثر اللي هو كبير السن عم تانيان اللي هو كبير السن اللي هو المتقدم في العمر فهنا خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أشياخ من قريش النبي لما خرج مع الناس المتقدمة في السن دي في الرحلة دي في التجارة دي كان واخد معا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلي بالك معايا جدا كان واخد معا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان سيدنا النبي غلام يعني الصغير خلي بالك معايا جدا طيب فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة يعني الراهب بحيرة خلي بالك معايا جدا هبطوا فحلوا رحة لهم كانوا ما بيوصلوا عند الصومعة بتاع الراهب دي او الدير بتاع الراهب دي يقوموا نازلين طبعا ويستريحوا وكتلن ومكان امان وكده وما كانش بخرج لهم ولا بيلتفت اليهم ولكن كانوا بيعودوا طبعا في الظل يأكلوا ويشربوا وكتلوا واستريحوا وبعد ان يوصلوا قال لي بالكم عاجل جدا يبقى مرة ثانية عشان كان بيقى مطرابط خرج ابو طالب الى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشياخ من قريش فلما اشرفوا على الراهب يعني بحيرة شوف اللي حصل هبطوا فحلوا رحالهم هنا بقى انا بقول لكم ايه ما كانش بيخرج لهم ولا يلتفت اليهم اللي هو الراهب فخرج اليهم الراهب الله لا ما كانش بيخرج ولا حتى يلتفت بالعرب دول لا هنا فخرج اليهم الراهب اللي هو بحير خلي بالكم معاين وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت اليهم دي الرواية اللي بتقول كده الرواية اللي بتقول كده الحديث ذا اللي بيقول كده وكانوا قبل ذلك يمرون به كل مرة كانوا بيقوا يعدوا ويرياحوا كده لا يمر لا يلتفت لهم ولا يخرج لهم خلي بالكم معاين جدا قال اللي هو الراوي فنزل وهم يحلون رحالهم نزل عليهم وهم بيحلوا الرحال فجعل يتخلى لهم يبص كده يشوفهم واحد واحد كده يتأملهم خلي بالك معاين حتى جاء فأخذ بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي غلام صغير أم جاي واخد بإيد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دي الرواية أنا بقولك ما حصلتش المهم دي الرواية وللأمانة صحى الشيخ الألباني خلي بالك معاين حتى جاء فأخذ بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين خلي بالك إما مسك سنة النبي إيه سنة النبي وسنة النبي غلام لسه صغير خالص صغير طفل فأم بقول إيه بعد إما مسك إيده هذا سيد العالمين خلي بالك معاين جدا مش كده بس هذا رسول رب العالمين يعني كأن وحيا نزل عليه فأعلم وذلك يأخذ عرفه من علامات علامات اللي هو كان لسه تأملها هو بيتخلي كده ينظر قوم ده مين وين شاف الصغير ده خلي بالك معاين هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين طبعا الكلام عجيب فقال له أشياخ من قريش الناس اللي جان مع أبي طالب اللي هم كبار السن وما علمك وإيه اللي عرفك إن ده هيبقى كده شوف الأمار اللي هو قال لهم بسبب أنه عارف أنه ده هيبقى النبي وأنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا إنكم حينما أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي يعني الحجارة والأشجار دي ما تسجدش إلا النبي من وين تقيمنا عند العقبة كل الحجارة والأشجار دي قاعدة تسجد له طيب وإنت يا راهب إلا عرفك بكيفية سجود الشجر والحجر طيب الحجر بسجد إزاي إزاي بيميل ألا ما إحنا عارفين إن كيت والآيات كثيرة وجبت سجود الشمس وجبت سجود القمر وجبت سجود كيت وكاننا كله نعم بالدليل لكن بيكانهن بإذن الله جل وعلا يعلمه ربنا جل وعلا وبيناه لكن بالنسبة ليه إنت إنت كراهب عرفت سجود الحجر إزاي طيب عرفت سجود الشجر إزاي المهم خلنا مع الكلام فابقول إيه لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي ما بيسجدش إلا لنبي خلي بالك معا جدا وإني لأعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه ثم رجع فوضع لهم طعاما وأم رجع تاني اللي هو الراهب دي عشان يجهز لهم الأكل وكلا وأم جايب الطعام وجايبه لهم فلما أتاهم به لما جاب لهم الطعام كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل في رعية الإبل يعني فين اللي معاكل اللي هو يقصد به الغلام اللي وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاله بيرعى الإبل هناك مع الإبل خلي بالك معاين فقال أرسله إليه ابعتوله جيبوه خلي بالك شوف اللي جاي بقى فأقبل وغمامة تظله يعني قام جاي كده وفيه غمامة قاعدة تظله يعني بتغطيه كده يعني عشان الحر ما يجيش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طول ما هماش الغمامة تظل للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كلام الصحيح على الإطلاق ودي بقى اللي اظلته الغمامة ودي كتب فيها أشعار ودي قال فيها كيت إلى آخره خلي بالك معاين جدا فأقبل وغمامة تظله فلما دنى من القوم قال اللي هو الراهب يعني بقول للناس دول بتوع قريش يعني انظروا عليه غمامة عشان أكد له كل نبي كمان شوفوا الغمامة اللي بتظله كمان أو عليه غمامة شوف اللي جاي بها فلما دنى من القوم لما سيدنا النبي قرب من الناس صلى الله عليه وسلم وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ يعني لا الناس دي سبقوه إلى أنهم يعروا في الظل بتاع الشجرة شوف فلما جلس لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لفيء الشجرة عليه يعني أمي النبي رأخر صلى الله عليه وسلم رايح معهم عشان إيه يبقى تحت إيه الشجرة فما لفيء الشجرة عليه خلي بالك اللي هو ظل الشجرة أميل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى فيء الشجرة الرهيب قالوا انظروا إلى فيء الشجرة ما لأ عليه طيب لما هو فيه غمامة بتظلل النبي صلى الله عليه وسلم إيه بقى الداعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروح تحت فيء الشجرة وفائش يظل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه غمامة المهم ركز معايا جدا فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم القعدل بقى الراهب بحيرة يحلفهم ما يتقدموا به جوه شوية قبلوا الروم ولا يذهبوا به إلى الروم ليه قال لهم الروم هيقتلوه الروم بيدوروا عليه الروم عارفين ان فيه نبي كت وكت وكت فلو دخلتوا به عن الروم هيقتلوه خلي بالك من الحتة دي فإن الروم إن عرفوه بالصفة قتلوه خلي بالك فالتفت يعني الراهب يجب قالي الكلام ده وبالتفت لأسبعة دخلين عليه من الروم فالتفت فإذا هو بسبع نفر من الروم خلي بالك معايا جدا قد أقبلوا قال فاستقبلهم يعني لسه ما خلصش الكلام لأسبعة من الجنود بتعرهم جاين عليه فاستقبلهم فقال ما جاء بكم قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر يا سلام وانتوا روخين عندكم واحد يعني بلوكوا ازاي وبعدين هو أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقريبا يبقى انتوا في ايه بقى يعني في ايه في ايه يبقى هنا بقولوله خلي بالك اهو كله كلام تحسن كل واحد بنزل عليه واحد لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر جاي خارج من باله جاي هنا في هذا الشهر فلم يبقى طريق إلا بعث إليه الناس احنا بعثنا رجالتنا يدوروا في كل حتة في كل طريق عشان يمسكوه خلي بالك معنا وإن أخبرنا خبره إلى طريقي كهذه تم هم لو عارفين أنه دا نبي ومن عند الله جل وعلا تم كانوا أمنوا بيه وكانوا اتبعوه لأن مدام هم عندهم المعرفة دي وعندهم العلم دي والني دا نبي اللي من عند ربنا سبحانه وتعالى خلاص ما كان نخل خلص المسألة ايه المهم خلي بالكم معايا جدا وإن أخبرنا خبره إلى طريقي كهذه وقالنا الخبر أنه جاي عندك انت جاي عندك انت خلي بالكم معايا جدا فأم الراهب أحب يعني يرجعهم ويسكتهم ويقنعهم فأمئلهم إيه أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضي إيه رأيكم لو ربنا عايز يقضي شيء هل يستطيع أحد من الناس رده في حد يستطيع أن يرد قضاء ربنا سبحانه وتعالى قاله لا قال فبايعوه وأقاموا معه عنده قال فقال الراهب أنشدكم بالله اللي هم أشياء قرشة الناس كبيرة السنة أيكم وليه من في كل وليه قالوا أبو طالب فلم يزل يناشده أعد بالله عليك ترجعوا بالله رجعوا الرمه يقتلوه واعد يحلفوا بالله المهم أم أبو طالب سمع الكلام على طول شو بقولك إيه وبعث معه أبا بكر وبلالة بلالة أهل طمع وبعث معه أبا يعني ده النبي أكبر من أبي بكر بسنتين ونص والنبي كان لسه غلام غلام هنا ابن ثمن سنوات أهلا يبقى في أبو بكر مين يعني أصغر من سن النبي بسنتين ونص يبقى عنده في التوقيت ده مثلا يعني يعني خمس سنه ونص وبلالة بلال ما كانش لسه تولد ما كانش لسه تولد أبو بكر يبقى عنده خمس سنه ونص وبلالة لسه ما تولدش هم اللي هي رجعوا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعودوا به ويحرصوه لغاية ما رجعوه لغاية مكة إزاي يعني المهم وبعث معه أبا بكر وبلالة وزوده الراهب من الكعك والزيت تعال بقى للحديث الحديث ضعيف الحديث ضعيف طبعا أنا قلت بأمانة صحاول الإمام العالم المحدث شيخ الكبير الألباني عليه رحمة الله الحديث ضعيف خلي بالك معينا رواوة الحافظ أبو بكر الخرائطي من طريق يونس ابن أبي إسحاق عن أبي بكر ابن أبي موسى عن أبي وكذا رواه الترمذي والحاكم والبياقي وابن عساكر وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قلت صحاول شيخ الألباني في صحيح السرى النبوي في طبعا في قصة النبي صلو 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 الراهب بحيرة في 29-31 وفي ردي على كمان الشيخ البوطي من صفحة من 62-72 قلت الحديث معضل ضعيف قال الذهبي في عبد الرحمن ابن غزوان اللي راولنا القصة دي اللي هو عبد الرحمن ابن غزوان قال فيه إيه الإمام الذهبي قال له مناكير له مناكير وأنكر حديثه عن يونس ابن أبي إسحاق في سفر النبي صلو 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 ومرافق مع أبي طالب إلى الشام العزير جاء رجاء على ميزان الاعتدال 2-851 وقال أيضا وهو حديث منكر جدا شغل السلام الإمام العلم الذهبي راح نطلع ليه يقول عن هذا الحديث هو حديث منكر جدا خلي بالك ويوم يعقب يقول إيه وأين كان أبو بكر وكان سيدنا النبي يعني كان ابن عشر سنين وإن كان أبو بكر كان ابن عشر سنين في النوع أصغر من رسول الله في سنة 2 ونصف يعني يوصيلك النابي كان عنده 12 سنة ونصف كما في الرواية أو في غيرها لذا يقولوا أنه كان في التوقيت ده، نبي كان سيدنا نبي عنه، ثمان سنين ونصف قيل كان عنده ثمان سنين قيل كان عنده إثناشر سنه قيل كان عنده أربعة عشر سنى هنا قال لك طيب كان هنا أبو بكر وكان ابن عشر سنين لأن هنا النبي على الرواية دي 12 سنة ونص طب فين أبو باكر وكان عنده عشر سنين فين هو أصغر من رسول الله بسنتين ونص يبقى اللي عنده عشر سنين هيوصل للنبي ازاي ويرجعه ويحميه من أؤلاء ويديله على الطريق ويقبه ازاي وأين كان بلال في هذا الوقت لم يكن ولد بعد لم يكن ولد بعد وأيضا الإمام الذهب ده كلام برضو شيخ السلام من إمام الذهبي يقول فإذا كان عليه غمامة تظله صلى الله عليه وسلم عليه كيف يتصور أن يميل إلى فئ شجرة إزاي يروح يميل إلى فئ شجرة وهو عليه غمامة بتظله خلي بالك معي جدا لأن ظل الغمامة يعدم فئ الشجرة التي نزل تحتها ولم نرى مش كده بس الإمام الذهبي بيقول ولم نرى النبي يذكر أبا طالب قط بقول الله يعني إن كانت الروادة حتى حصلت طب لما النبي كان بيعني يلح على عمه أبي طالب أنه يأسلم ليه يسيدنا النبي ما ذكرش أبا طالب بهذه الرواية ما قالوش فاكر يا عم لما كنا عند الراهب والراهب قال إنني نبي وإنني ربنا بعثني وإنني كيت وإن رسول رب العالمين كان ذكروا بها كان ذكروا بها لكن النبي صاصل ما فعل ذلك مش كده بس طب قريش لما أنكرت دعوة النبي صاصل وانطلق الملؤ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لا شيء يرون ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أو أنزل عليه ذكر بيننا بل هم في شكل من ذكري بل لما يذوقوا عذب إلى آخره لما أنكره ليه النبي ما ذكرهمش وقال لهم فاكرين لما كنا عند الراهب بحيرة مش قال النني كذا وكذا وما كانوش هينسوا على الإطلاق لكن النبي قلهم لو كان ذا حصل كان النبي واجههم بذلك يعني كان الأولى هيواجه أبا طالب وهيواجه شيء قريش اللي وقفوا ضده لعطاه الكبر لهم أنتوا فاكرين الراجل شهد وقال لكم أهو لكن ما فعل ذلك النبي ولا دول حتى ذكروا ذلك آبلا ولا تذاكروا مش كده بس قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه لا تذاكرته قريش يعني أمرها ما ذكرت الكلام ده ولا أليته على إطلاق لا تذاكرته قريش ولا حكاه أولئك الأشياخ مع توافر هممهم ودواعيهم على حكاية من ذلك ما كانوا نصفضين وكانوا كل ما عندهم يروض الأرويات والحكايات وبعدها كان عندهم حفظ وعندهم هم عالية في ذلك كانوا رووها يبقى لا تذاكرته قريش ولا حكاه أولئك الأشياخ مع توافر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك فلواقع يعني كان الكلام دا لو كان حصل لاشتهر بينهم أي ماشتهار يعني لو رواية دي كانت حصلت كانوا رجعوا مكة وقالوا مش اليتم دا نبي دا الراهب بحيرا قال لي نوكيت وكان الخبر ذع قبل ما النبي يوحى إليه ويبعث إليه لكن النبي لما أوحى إليه ويبعث إليه أنكره وأبدا وذلك اللي يرجع لمطلع سورة صاد إلى آخر هذه الأمور يارى اتعجبه والاستغراب من دعوة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب لما يقولك بل الذين كفروا في عزتي وشقاكما أهلكنا من قبل من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذروا منهم وقالوا الكفرون هذا ساحرون كذاب آه إلى آخر ما ذكرت لكم ما كانش كده ولذلك يا جماعة هم كانوا يتعجبوا يتعجبوا من نزول الرسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلو كان سبق علمهم إن الرجل دألهم هذا الكلام كانوا يحاكوا وأخبروه وبقى في قاعدة مؤسسة لهذا الكلام طيب لذلك الشيخ الإمام زي بقول فلو وقع لاشترها بينهم أي مرتهار ولا بقي عنده صلى الله عليه وسلم ولا بقي عنده صلى الله عليه وسلم حس من النبوة ولما أنكر يعني كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بقى عنده الحس هذا من النبوة أنه هيبقى نبي وهيعارف أنه هيبقى نبي لما كانش هذا الأمر عنده على الإطلاق بدليل لما أنكر ما جاء الوحي إليه بغير حراء لما كان في غير حراء إيه اللي حصل هو وبعدين أتى خديجة خائفا رضي الله عنه ورضاه على نفسه وفرواه على عقلي إلى آخر هذه الأمور ولكن هو على نفسه عمتا جاء خائفا عن نفسه لا زمليني زمليني إلى آخر هذه الأمور وتاخدوا لورقة ابن نوفان عشان ورقة يفهموا نددنا موس اللي أنزل على موسى وعلى عيسى وأنه هيبقى نبي إلى آخر هذه الأمور ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على علم بهذا طيب أيضا يا جماعة لو أنه فعلا قعد يحلف على أبي طالب أنه يمشي وأنه خايف عليه وأن الرمه يقتلوه لأنه عارفينه بدوروا عليه وعارفينه بالصفة إلى آخر هذه الأمور فالشيخ الإمام العلامة إمام الإسلام أم شيخ الإسلام الإمام إذا بيقولك فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب وأبو طالب كان يحب النبي جدا ورده كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر للشام تاجرا لخديجة يعني لما أبو طالب رجعه ماشي وسمع كلام الراه طب أبو طالب ساب النبي يرجع له بعدها بسنوات قليلة يتاجر بمال خديجة يتاجر بمال خديجة رضي الله عنها وارضاه تمه كان الرجل نصحه محلفه أنه يرجعه تاني ويرواحه لأنه يقتلوه إنما سابه بروح ويجي روح ويجي تاجر لخديجة رضي الله عنها وارضاه فلو كان فعلا الكلام ده حصل وأبو طالب خايف على سبن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن كان سمح له أن يرجع للشام مرة ثانية عشان الروم هيقتلوه إنما لا ده كان سابه بروح ويجي إلى آخر ويتاجر خلي بالكم الإمام شيخ الإستامي الذهبي رحمة الله عليه وفي الحديث ألفاظ منكره وفي الحديث ألفاظ منكره تشبه ألفاظ الطرقية تشبه ألفاظ الطرقية اللي عايز يرجع لتابعا كلام في تاريخ الإستام واحد على اتناشر وانظر السرة النبوية للإمام شيخ الإستامي الذهبي صفحة ثمانية وعشرين وفي البداية تنين مئتين خمسة وثمانين قلت وإضافة إلى قول الإمام شيخ الإستامي العلمة الذهبي رحمة الله عليه أقول لما الراهب يا جماعة يعني أعد يقول هذا رسول رب العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين فأشيخ قريش ألوله وما علمك قال إنكم حينما أشرفتم من العقبة يعني أهو ما مرتم على حجر والشجر إلا وسجله ولا يسجدون إلا لنبي ومن أعلمه بذلك ومن أعلمه بكيفية وماهية السجود بالنسبة للحجر والشجر خلاصة الكلام يا جماعة اللي عايز يعني يرجع لهذا ممكن يرجع ليه المجلد الأولان في موسوعتنا أشأل أحديث بعرفه الموضوع على سنة العلمة والدعاء هيقيد الحديث باستفاضة باستفاضة بإذن الله يجلو على وفي أثبتنا أنه لا يصح أنه لا يصح طيب أخرج من دباع على أساس برضو أعطي مساحة لبقية الأحاديث اللي معنا إن شاء الله جل وعلا معنا حديث حديث دا يعني أشهر من نار على علم حتى بالنسبة حتى بالنسبة لإخواننا اللي قالوا بحرمة الغناء المصحوب بالمعازف استدلوا به بسخلوا بالكم من حاجة مهمة جدا الغناء في ذاته ليس محرما الغناء في ذاته ليس محرما بل يجوز الغناء في النكاح والأعياد ومواطن الجهاد وما ذكره العلماء والعلماء وضعوا آدابا وشروطا ذكرتها قبل ذلك ذكر الشيخ لذلك نقيم وغيره وغيره بالنسبة للغناء حتى لا يكون حراما لكن تكلموا بقى في إيه إذا ما صحب بالآلات بآلات العاسف أو الآلات الموسيقية يبقى هنا اللي دخل فيه المعذور بتاع العلماء اللي بتكلمه هنا بالدليل هذا وغيره طبعا كما في صحيح البخاري فيما ورد معلقا بصيغة الجزم طب خلي بقى لك معين جدا الحرس ده نركز مع بعض جدا فيه وانا عايزي يا جماعة احب يرجعوا ليه الحلقة انا كنت عملت الحلقة وكترد على واحد للأسف بحلل كل شيء وكده وكترد عليه وبينت انوع الغناء والمباح ضوابط الغناء المباح الغناء في عهد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي لما امر عائشة انهما يغنوا لجاريتها في يوم نكاحها الى اخره لان ادخل يا رسول الله ما نقول قلوا اتيناكم اتيناكم فحينا نحييكم الى اخره وجبت طبعا في النبي صلى الله عليه وسلم لما غنت الجارية بين يديه وقالت وفينا نبي يعلم ما في غد قال لا عود الى ما كنت تقولين فلا يعلم ما في الغد الا الله الى اخره وهكذا خلاص وطبعا ضرب الجاريتين على الدف والغناء في يوم ابعاث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويرخل ابو بكر ويقول ام ازمارة الشيطان في بيت الرسول الله يقول دعهما يا ابا بكر فان في يوم عيد الى اخره هذه الرواية خلاص ارجعوا للحلقة عشان هتجدوا فيها المادة مفصلة بإذن نهج نجينا الحديث اللي بقول لكم مشهور جدا يقول لحزب ما هممت بشيء مما كان اهل الجاهلية يعملون غير مرتين بينسيبوا كلام دعه سيدنا النبي انه بقولوا يعني صلى الله عليه وسلم كل ذلك يحول الله بيني وبينه ثم ما هممت بيه حتى اكرمني الله برسالتي ايه اللي حصل بيقول يعني بينسيبوا على لسان سيدنا النبي وده كلام ما حصلش طبعا قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي بأعلى مكة يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم انا عمري مهمت بشيء من اللي كانوا عليه آل الجاهلية الى مرتين وربنا كان في كل مرة بيمنعني يعني وحول بيني وبين الشيء ده ولغاية ما اكرمني الله برسالة الاولانية بقولهم قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي بأعلى مكة لو ابصرت لي غنمي حتى ارخل مكة تاخد بالك بس من الغنم بتاعت دي اللي انا برعاها لغاية بس ايه ما ادخل مكة واسمر بها يعني اصعر كده فيها في اندياتها شوية كما يصمر الشباب اروح اعود معهم كده اسمع الغناء والمعازف والانبساط اللي بيانبسطوا به دي فقال اللي هو الرعي اللي معاه قالوا افعل اروح انت وانا اخد بالي من الغنم سيدنا انا بقول فخرجت حتى اذا كنت عند اول دار بمكة سمعت عزفا سمعت عزفا سمعت العزف بقى وكده الالات المعازف فقلت ما هذا قالوا هذا ده عرس فلان بفلانة فجلست اسمع عايز اسمع بقى كده العزف فضرب الله على اذني فنمت فما ايقظني الا حر الشمس فعودت الى صاحبي فسألني شفت وسمعت وصارت بتاع اخبرت اللي حصل ثم قلت ليلة اخرى مثل ذلك قلت له ايه رايك تاخد بالك من الغنم وانا هروح وكيت وادخل مكة وكذا الى اخير قال له خلاص ااخد بالي من الغنم وروح انت ودخلت بمكة فاصابني مثل اول ليلة برضو زي اول ليلة اول ما سمعت المعازف يعني برضو ضرب الله على اذني فنمت فما ايقظني الا حر الشمس ثم ما هممت وبسوء بعد كده خلاص ما اتش فكرت في كلام ده خالص خلي بالك قلت ضعيف لا يصح ما حصلش ضعيف اللي مشهور اولا عندكم ضعيف اللي مشهور عندنا ده ضعيف رواه الحاكم 473 عن علي وعنه البيهاقي في دلائل النبوة وفي سنة ده محمد بن عبدالله بن قيس مجهول 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 واللي عايز طبعا نستفاده يرجع لتخريج فقه السيرة هامس هامش صفحة ستل وواحد وستين وينظر مرجعنا اللي واشهر لحد الضعيف الموضوع على السنة العلماء والدعاء المجلة دي الاولين 95 96 95 96 طبعا عشان الوقت يعني لن استفيد اكثر من ذلك وسأقف عند هذا الحد بس ليه كلمة باذن الله جل وعلا انا عايز احنا نتلقى مثل هذا الكلام بخلوب تقية نقية صافية قول ذلك بالبعض اقول لك انت هو بقى اعلم من كنت ده ما سرى دل ما نقول لنا انت مش فاهم مش هدى تخصصك على الاطلاق فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ثانيا ما جاش واحد قال لك واتي الزق بضعفة لا ده انا اعيدا نقل لك حتى في الضعيف او اولك ضعيف اقول لك موضوع اقول لك لا اصلا لا برجع بقول لك من الذي قال هذا من الذي قال مين هم العلماء المتخصصون ائمة المتخصصون شيوخ الاسلام المتخصصون ومراء المؤمنين في علم العديد في هذا الباب ولذلك انا ارجع اليهم باذن الله جل وعلا ولذلك انا اعطيك العلم بامانة باذن الله جل وعلا ولذلك اسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته